اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يومسوف؟ 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 وكان من قادتها ومن رؤسائها زهير ابن أبي سلمة وكانت القصائد تسمى الحوليات الحوليات ما معنى الحوليات؟ نعم ممتاز أحسن إذن هذه القصائد الحوليات من الحول بمعنى العام والسنة السنة يعني الشاعر ينظم قصيدة ويهذبها وينقحها خلال سنة كاملة ثم يعرضها ويذيعها بين الناس هذه المدرسة مدرسة الشعر الحولي المحكك كعب ابن زهير وهو أيضا أحد روات أبيه شعر أبيه الذي رواه هو كعب ابن زهير يعد من أفراد أو من أقطاب هذه المدرسة هذه القصيدة ذاع صيتها وسميت بالبردة هو لم يسميها بالبردة ولكن الذين أتوا بعده سموا هذه القصيدة بالبردة لماذا سميت هذه القصيدة بالبردة؟ لماذا لقبت بالبردة أو وصفت بالبردة؟ نعم بابا ممتاز لأن الرسول صلى الله عليه وآله ألقى بردته على كعب حين ألقى هذه القصيدة فسميت القصيدة بالبردة مناسبة هذه القصيدة هو أن النبي صلى الله عليه وآله قد أهدر دم كعب ابن زهير وجاءه بعد ذلك كعب ابن زهير في عامل فتح عامل وفود معتذراً نادماً ومادحاً للنبي صلى الله عليه وآله ومعلناً إسلامه فألقى هذه القصيدة أمام النبي صلى الله عليه وآله وعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله في ألفاظ هذه القصيدة والمفروض أنتم جايبين القصيدة من الديوان حتى لو ما جايبين إن شاء الله على الشاشة أريدكم تستمعون إلها بإنصات بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يهد مكتول وما سعاد ودات البين إثر حن إلا أغن وطيد الطب مكتول حيباه مقبلة عجزاء مدبرة لا يحتكى قصر منها ولا قود تجل عوارض رديضاً من إذا اكتسمت كأنه منهل جبراح معمول في الجد بي شبر من ماء مهنية صاف بأطفى أظهاره ومشمول تنفي الرياح القبا عنه وأفرطه من صوف سارية بيض يعاريه أكل بها هلة لو أنها صدقت موعودها أولوا من النصح مغدول لكنها هلة قد سيط من ذنها تجعل وغلع وإهلاح وتددين فما تدوم ولا حال تكون بها كما تنور في أكواب أنهول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابين بلا يغرى كما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضغيل كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطل أرضوا وآملوا أن تدنوا مودتها وما إحال لدينا منك تنويل أمسى التعاب بأطل لا يبلغها إلا العتاق النتيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إبطان وتفغيل من كل من الضاغة الذكرى إذا عرقت أرطتها طامس الأعلام مدهول تغل الغيوب بعيني مفرد اللهق إذا تغفدت الحزان والميل ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عربنات الفحل تفضيل غلباء وجناء أموم مذكرة في دفها شعة قدامها ميل وجلها من أطول لا يؤيسه طرح بضاحية المثنين مهزول حرف أخوها أخوها من مهجنة وعمها خادها قوداء شميل يمشي القراب عليها ثم يزمطه منها لبان وأقراب زهاميل عيرانة قدفت بالنهض عن عرض مرفقها عن بلاد الزور مفتول كأنما كان عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين بطيل تبق مثل عسيب نخل ذاق صلي بغارز لم تخومه الأحاريل قلاء في حورتين للبصير بها فتق مبين وفي الخدين تسهيل تقضي على يسرات وهي لاحقة دوابر مسوهن الأرض تحميل صم العجايات يتركن الحصاز يمن لم يقن رؤوسا أكم تنعيل كأن أربى دراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالنور العساقيل يوما يضل به الهباء مصطخدا كأن ضاغيروا بالشمس من نول وقال للقوم حادهم وقد جعلت بق الجهاد بيبكبنا الحصاقيل شد النهار دراعي طر النصف قامت فجاوبان ثم تاكير نواحة رهوة الضبعين ليساها مما لعى ذكرها النارون معقول كثل لبان كثيها ومدرعها مشقق عن تراطيها غعابي تسعل شات جنابيها وقومه إنك يبن أبي صلما لمقتول وقال كل خليل كنت آمره لا أرهي أنك إني عنك مشهول فقلت ألو سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أبا وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول قم بئت أن رسول الله أرعدني والعفو عند رسول الله مأمول وقد أتيت رسول الله معتدرا والعذر عند رسول الله مغول مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مراعيه وتفصيل لا تأخذني بأقوال المشاة ولم أذنب وقد تترك في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني له نازعه في كبدي نقمات قيلوا القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ديوت أسدم استهد من أقنع الترغيل دونه غيل يغضو فنهم بضغى من يعيشهما لحم من القوم محفور خراهيل إذا يساور قرن لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مغلول منه تظل سبا جو طامسة ولا تمشى بوادي الأراجيل ولا يزال بواديه أرثقة مطرح البز والدرسان مأفول إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول بفتية من قريش قال قائلهم ببطل مكة لما أسلموا زول زالوا فما زال أنكاس ولا كفف عند اللقاء ولا ميل معازيل شروا العوانين أبطال له سو من نشت داود في الهيجى شرابير بيض سوابع قد فكت لها حلق كأنها حلق القطع إلى الجود يمشون مشه البنار الزهر يحصرون ضد النباع عبر السود التنابيل لا يقعهم إذا لانت بما حوله أو من وليس مجازي عن نبانين لا يقع الله إلا في رؤونه وما لهم عن فياض الموت تهليه هذه القصيدة تقريبا تسعة وخمسين بيت التي سميت بالبردة هذه القصيدة تحكمها مجموعة علاقات يعني هذا التقسيم الذي نذكره في الحقيقة هو الشاعر نفسه الذي قسم هذه القصيدة إلى هذه الأقسام أو إلى هذه المقاطع ممكن تقسيم أو بناء هيكل القصيدة إلى ثلاثة قطعة أو ثلاثة أقسام قسم الأول يمثل الغزن القسم الثاني يمثل الراحلة والقسم الثالث يمثل الاعتذار والمدح ومدح النبي صلى الله عليه وآله إذن القصيدة تحكمها ثلاثة ثلاث علاقات الغزن والرحلة ومدح النبي صلى الله عليه وآله والاعتذار منه القسم الأول يمثل الخواء الحقيقي الذي كان يعيشه الشاعر من البيت الأول إلى البيت الرابع عشر والقسم الثاني يمثل الامتلاء الوهمي من البيت الخامس عشر إلى البيت الرابع والثلاثين والقسم الثالث يمثل الامتلاء الحقيقي الذي هو إلى نهاية القصيدة الخواء الحقيقي متمثل بفترة أو بزمن الجاهلية الامتلاء الوهمي وليس الحقيقي الامتلاء الوهمي حين بدأ يفكر أن ينتقل من الجاهلية إلى الإسلام والامتلاء الحقيقي عندما اندمج مع جماعة المسلمين هذه كلها رموز إن شاء الله نستنبطها نستشفها من القصيدة يعني إن شاء الله سيأتي خلال الكلام أن سعاد ليست امرأة بعينها وإنما هي رمز رمز إلى الجاهلية والرحلة أيضا ليست مقصود منها الناقة وإنما يشير إلى أمر ما القسم الأول الذي قلنا عنه أنه الخواء الحقيقي هو شكوى من محبوبة جميلة تمتلك مفات حسنة بحسب مظهرها الخارجي ولكن باطنها سيئة يعني صفاتها المعنوية الداخلية أو النفسية سيئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى القسم الثاني الامتلاء الوهمي شكوى أيضا ولكن من نوع آخر ليس شكوى من الحبيبة أو المحبوبة وإنما هي شكوى من الرحلة أو من الرحلة لأن الرحلة كانت محفوفة بالمخاطر خصوصا إذا كان على الراحلة يقطع الصحراء الواسعة الكبيرة والقسم الثالث أو قبل ذلك قلنا أن سعاد هي رمز الناقة أيضا هي رمز تعبر عن حركة الزمن يعني الانتقال من زمن سابق إلى زمن لاحق من طور سابق إلى طور لاحق يعني من الجاهلية إلى الإسلام ومن معلوم إلى مجهول لأن الجاهلية كانت معلومة لدى الشاعر لكن الإسلام، مبادئ الإسلام، مفاهيم الإسلام كانت شنو عنده مجهولة من الاستسلام للحركة الدؤوبة التي كان يعتادها الشاعر في الجاهلية إلى حركة وبحث عن هذا الدين الجديد عن هذا النظام الجديد الذي يحكم الحياة القسم الثالث الذي أسميناه الامتلاء الحقيقي الامتلاء الحقيقي بمعنى أن الشاعر أعلن إسلامه ودخل في جماعة المسلمين فانتقل من الخواء الحقيقي إلى الامتلاء الحقيقي الذي يتمثل بالاعتذار والمدح وطلب العفو من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله حتى يدخل في حياة الإسلام الجديدة الآن نبدأ بالقسم الأول هذه مخطط عام أو فكرة إجمالية عما تحمله القصيدة من معاني أو من علاقات القسم الأول الذي هو الخواء الحقيقي قال الشاعر بانت سعاد فقلب اليوم متبوله متيم إثرها لم يفدمك بوله سؤال بانت على ماذا يدل فعل بانة مو من البيان من البينونة نعم بابا أحسنتم يدل على الفراق يدل على الابتعاد البينونة يعني الفراق الفعل ماضي أو مضارع نعم ماضي إذن هذا الفراق وهذه البينونة حصل في الزمن الماضي سؤال إذا حصل في الزمن الماضي هل هناك ما يشير من هذا البيت على أن فراق والبينونة مستمر إلى الحاضر أو لا هو حصل في الزمن الماضي لكن هناك ما يشير الشاعر يشير إلى أن هذا الفراق وهذه البينونة ما زالت مستمرة إلى اليوم من أين نستفيد هذا الحضور الزمن الحاضر نعم لا لا أحسنت اليوم فقلب اليوم يدل على الحاضر بينما بانت تدل على الماضي إذن الذي يدل على الاستمرارية الذي يدل على الاستمرارية والثبات هو اليوم لفظ اليوم يدل على الحضور جيد سؤال في البيت إيقاع حزين يعني بمجرد أن تسمع البيت تجد هناك إيقاع حزين لأن تعرفون الأصوات تختلف بعض الأصوات راقصة وبعض الأصوات لا تبعث في حد ذاتها في حد ذاتها يتبعث بالحزن فأكون إيقاع حزين في هذا البيت شخص هذه الموسيقى الحزينة وإن لقاها ميا حرف من هذه الحرف ممتاز حرف الميم الموجود في هذه الصفات مجموعة من الصفات اجتملت على حرف الميم وحرف الميم فيه حزن فيه شجر أيضا اقتردت هذه الصفات بالإضافة إلى صوت الميم حروف المد ماذا حروف المد؟ سرعة هذه كلها حروف المد نذكر بها ماذا حروف المد؟ حروف عيدة؟ الألف والواو واليا بس الألف ما قبلها؟ سابق الألف ما قبلها؟ حتى يكون أحسن تفت والواو ما قبلها؟ مضمن واليا ما قبلها؟ حتى يكون حرف مال هذه الصفات متبولة متيم لم يفد ومكبولة اجتمالها على حرف الميم جعل منها إقاع أو موسيقى عزن خصوص الاقترادة مع حروف المد تلاحظوا الواو ما قبلها نظموهما جيد هذه الصفات هذه الصفات تمثل أمرا سلبيا في عالم الشاعر الداخل يعني في داخل نفسه هذا الجانب السلبي من الذي أحزنه الشاعر؟ من الذي أسقمه؟ هو جمال محبوبة الخارجي كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن المظاهر الحسية الخارجية لسعاد هي التي أسقمت وأحزنت قلب الشاعر ولكن هذه الصفات الخارجية تتسم بالثبات وبالديمومة من أين نستشف هذه الديمومة والثبات والاستمرارية؟ من لفظه يا لفظ وما سعاد إلا هذا القصر يستفيد منه ال�ثبات والاستمرارية جيد الشكوى تكتنفها دلالات التعارض قلنا نجد أن الشاعر ذكر أوصافاً حسية خارجية للمحبوبة وهذه الأوصاف كانت جميلة وهذه المظاهر الحسية الخارجية هي التي جذبت الشاعر إليها المرأة جذبت الشاعر إليها من خلال أوصافها الحسية الخارجية ولكن عندما اقترب منها وجد فيها داخلها صفات صفات معنوية سيئة جعل منه ينفر عنها يبتعد عنها فحصل التعارض جمالها يدعوه وصفاتها الداخلية السيئة تبعده فحصل التعارض هذا التعارض الذي شكى منه الشاعر يعني الشكوى جاءت بسبب هذا التعارض فالمحبوبة هنا تعارض الشاعر اسم المحبوبة سعاد قلنا في محاضرات سابقة أن الشاعر عندما يذكر اسم امرأة أو فتاة في قصيدة هو لا يشير إلى امرأة بعينها وإنما هي رمز لأمر ما أكثر قصائد الشعر الجاهلي وحتى ما بعد العصر الجاهلي المرأة رمز لمعنى معين يريده الشعر ولا يتكلم عن امرأة بعينها هذا أولاً وثانياً أسماء النساء كثيرة أكو ليلة أكو سلمة أميمة لم يختار الشاعر على محور الاختيار العمودي هذا الطبق لم يختار الشاعر اسم سعاد من دون بقية الأسماء لم لم يختار ليلة مثلاً لم لم يختار مثلاً أميمة إذن الشاعر قاصد أن يختار اسم سعاد هذا الاسم من دون بقية أسماء النساء وكأنه يشير لأنها رمز للجاهلية سعاد رمز للجاهلية أما لفظ سعاد المفروض بحسب اللفظ أنها تسعد الشاعر لفظ سعاد المفروض تسعد الشاعر ولكنه تفاجأ واصطدم بالمحبوبة لأنها لم تسعده فجاء المعنى مناقضاً لهذا الاسم فهي لم تسعد الشاعر بل أحزنته ما الذي أحزن الشاعر؟ ما الذي أسقم قلبه؟ أرفع عيدك لا لا أرفع عيدك نعم بابا أحسنت يعني أن الصفات السيئة هي التي أسقمت الشاعر بس مو بصورة مباشرة لأن الذي جذبه هو المظاهر الخارجية مظاهر الافتتان جذب الشاعر لكن تفاجأة بأن باطن هذا المظهر الحسي الخارجي الجميل هو شنو؟ يكتكمن فيه صفات سيئة سؤال من القصيدة اللي أمامكم من القسم الأول يعني أول 14 بيت وضح المظاهر الحسية الجميلة والصفات الداخلية السيئة لهذه المحبوبة يعني هذي اللي ولد التعارض بين المحبوبة والشاعر المظاهر الحسية والصفات السيئة الباطنية نعم جاهبين القصيدين أولا أغناكم جبوها من الديوان ديوان كعب ابن زهر نعم العموم خنشوف بالله شنو هذه المظاهر الحسية الظاهرية التي جذبت الشاعر وأسقمت قلبه أولا الصوت أغنه أغنه يعني الصوت يعني صوتها جميل وهذا أحد عوامل الإنجداء ثانيا الطرف ماذا معنا الطرف؟ لا لا هو الأطراف الطرف 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 يعني العين أو مؤخرة العين في حركته ولونه الآن العلم يدرس وعلم قائم بذاته لغة العيون علم قائم بذاته يعني النظرات تتكلم وإن لم يتكلم الإنسان تطرق من النظرات أو لا أقول نظرة واحد بأحج نظرة بريئة وأقول نظرة بطرف العين وأقول نظرة شريرة وأقول نظرة ابتسامة هذه النظرات يقول هو طرف أو عينها جميل في حركته وفي لونه بعد رشاقة الجسم في اعتداله وقوامه هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة شنو معنى هيفاء؟ سواء أقول أسماء نساء هيفاء ما معنى هيفاء؟ ها؟ الهيفاء يعني الرشيقة بس الرشاقة وين تكون في الخصر؟ يعني ضعيفة الخصر من وسط البطن هاي سموها شنو؟ هيفاء ها؟ نعم سابقاً كان يحبون هذا خاضع على عوامل الزمن يعني زمن يحبون المكتنزة باللحم وزمن يحبون شنو؟ الهيفاء رشيقة الخصر نعم جيد أيضاً في قوله تجلو عوارضة ذي ظلم إذا ابتسمت يشير المن؟ إلى ثغر المحبوبة العوارض شنو العوارض؟ الأسنان في مقدمة الأسنان نعم نلاحظ هذه الصفات الظاهرية الحسية صفات جميلة إن جذب إليها الشعر ولكن هذه المحبوبة الخريدة شنو الخريدة؟ خبناها في المحاضرة السابقة الخريدة شنو ما معنى الخريدة؟ تبدت فؤادك في المنام خريدة الفتاة الجميلة الجميلة المرأة الجميلة تسمى خريدة هذه الخريدة جميلة بمظاهر الحسية ولكن صفاتها الباطنية سيئة فهي تخلف الوعد وما مواعيدها إلا أباطل أو كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا أباطل بعد متقلبة المزاج تخلف الوعد تضلل الشاعر وتخدعه لا تلتزم بالعهد هذه كلها صفات سيئة أوجدت التعارض عند الشعر إذا كان الشعر يقصد بسعاد عصر الجاهلية أو حياة الجاهلية إذن هو يشير إلى أن الحياة الجاهلية جميلة من الخارج يعني بمظاهرها الحسية ولكن جميلة من الخارج يعني باعتبار أن العرب سابقا له مجون خامرة يعد الصباح يشرب خامرة حتى يسمونه خامرة الصبوح يعني أول ما يعدكم شنو عدوها جزء من الفروسية هذه يعني هذه الإغراق في الملذات وجانب جميل يراه كعب بن زهير ولكن صفاتها أخلاقها في كثير من الأحيان بها صفة الجاهلية يعني أكو شنو ماكو وفاء بالعهد أكو سلب أكو نهب إغارة القبائل بعضها على بعض هذه كلها صفات شنو سيئة متقلبة المزاج يعني كان المزاجية تحكم ذلك العهد لأدفه الأسباب تكون هناك حرب بين القبيلتين تمتد سنين طويلة كحرب داحس والغبراء حرب البسوس حروب دامت حروب الأوس والخزرج وهذه الحروب طبعاً صير بها أيام يعني مو بس حروب مثل حرب داحس والغبراء فيها أيام يعني مقابلات حرب البسوس فيها معارك كثيرة هي حرب واحدة بس مو بيوم واحد وتخلاص لا تستمر كر وفر نعم إذن هذه العلاقات تحكم العصر الجاهلي الذي شكى منه الشعر سؤال ما مظاهر توظيف الملامح الإيقاعية في الإحياء في الإيحاء بخصائص الصورة الحسينة سؤال صعب يعني كيف دمج الشعر بين الملامح الإيقاعية والصورة الحسية الملامح الإيقاعية نستفادها من النغم الموسيقي للكلام والصورة الحسية نستفادها من التصوير ومن خيال الشعر عندما يصور لنا الصورة الشعرية هذا السؤال أولاً تطابق الصورتين البصرية والإيقاعية كيف تطابقت الملامح الإيقاعية مع الصورة الحسية ماذا قال؟ قال هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة تلاحظ أكو تطابق بين هيفاء وعجزاء هذا إيقاع انتهاءها بنفس الحرف الهمزة مثلاً هذا إيقاع هيفاء عجزاء وأيضاً مقبلة مدبرة تلاحظ أكو تناغم موسيقي هذا ملامح إيقاعية الصورة الحسية هي صورة بصرية لأنه لما وصف المحبوبة وهي آتي قاشن هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة هذا صورة بصرية هذا اللي سموه توظيف الصورتين الحسية والإيقاعية التكرار مثلاً في قوله وَلَا تَمَسَّكُ بِالْعَهْدِ الَّذِي زَعَمَتْ إِلَّا كَمَا يُمْسِكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيلُ فَلَا يَغُرَّنَّ كَمَا مَنَّتْ وَمَا وَعَدَتْ إِنَّ الْأَمَانِيَّ وَالْأَحْلَامَ تَضْلِيلُ كَانَتْ مَوَاعِدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلًا وَمَا مَوَاعِدُهَا إِلَّا الْأَبَاطِيلُ مَوَاعِدُ مَوَاعِدُهَا هذا التكرار يشكل نغم وإيقاع موسيقي التقطيع المتكرر لتأكيد أوصاف المحبوبة يعني مثلاً في قوله لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل يعني تلاحظ فجع وولع أكو بها تطابق على مستوى الإيقاع يعني الحرف فجع تنتهي بالعين والتنوين وولع تنتهي بالعين والتنوين إضافة إلى التطابق في الميزان الصرفي يعني تقسيمات الكلمتين في الميزان الصرفي تطابق يوجد بينهما يعني واحد ميزانهما واحد فجع وولع لكن هذا يحكي عن من فجع وولع أين عند المحبوبة أم عند الشاعر عند الشاعر في عالمه النفس الداخلي إخلاف وتبديل أين عند المحبوبة أحسنت عند المحبوبة جيد هذا القسم الأول عندما تلاحظه تجد فيه أفعال إيجابية وأفعال سلبية لكن عند تعداد الأفعال الإيجابية والأفعال السلبية نجد أن الأفعال السلبية ضعف الأفعال الإيجابية ذكر من الصفات والأسماء الإيجابية ثمانية لكن من الأسماء والصفات السلبية سواء كانت في حد ذاتها أو ضمن السياق ستعاش هذا يدل على أي شيء؟ على أن الجانب الذي يضغى أو المسيطر على نفسية الشاعر شنو؟ الجانب السلبي الجانب السلبي وهو فعلا لأنه يعيش الصراع يعني الشاعر عندما كتب هذه القصيدة كتبها وهو يعيش حالة الصراع بين زمنين بين عقيدتين يعني هو عندما كان في الجاهلية منغمسا في مدى ذاتها كانت له حالة وعندما اندمج بعد ذلك مع جماعة المسلمين كانت له حالة ثانية لا كلامنا مهنة كلامنا ليس عندما كان منغمسا في الجاهلية أو مندمجا في الإسلام لا وإنما كلامنا في هذه القصيدة عن حالة الصراع النفسي والعقدي الذي كان عند الشاعر من الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام للمعقولة بين ليلة وضحاها من كافر إلى مسلم مباشرة لا أكيد يمر بحالة صراع يفكر يلاحظ حياة الجاهلية مبادئها وما يترتب عليها ثم يلاحظ الإسلام مبادئه وما يترتب عليه ثم يقرر الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام حسا هذه قلت أو كثرت الفترة الزمنية ما يأثر بس المهم هو عاش هذا الصراع وبالتالي عندما نأخذ هذه القصيدة ضمن أبياتها وضمن تقسيماتها في المقاطع الثلاثة نأخذ بعين الاعتبار حالة الصراع النفسي والفكري والعقدي الذي يعيشه الشاعر في داخله في عالمه الباطئي إذن هو يعيش حالة الصراع ويريد أن يتخذ موقفا هل يبقى على جاهليته أو ينتقل إلى الإسلام قلنا سعاد ليست مرأة بعينها وإنما هي رمز المن للجاهلية هذه الجاهلية فيها ملامح حسية ظاهرية خارجية جميلة ولكن الملامح الداخلية المعنوية كانت سيئة هذا المقطع الأول نجد فيه طرف فاعل وطرف منفعل الطرف الفاعل والمؤثر هو المحبوبة أي الجاهلية بينما المنفعل من؟ هو الشاعر إذن الشاعر في هذا المقطع خاضع المن لإرادة الطرف الآخر يعني خاضع لإرادة الطرف المحبوبة ما زال خاضع لإرادة الطرف المحبوبة هذا التناقض الذي صار بين المحبوبة والشاعر وبين أيضا عالم الباطني للشاعر والعالم الباطني للمحبوبة نوجد هناك تنافر وتعارض أدى به إلى الانتقال برحلته إلى محبوب آخر وترك ذلك المحبوب ظاهر المحبوبة قلنا جمال وحسن وروعة وبهاء بينما ظاهر الشاعر انكسار وسقب لأنه يريد التواصل باطن المحبوبة على أكس ظاهرها تحمل صفات سيئة من الغدر وعدم الوفاء والإخلاف في المواعيد بينما باطن الشاعر على أكس تماما يريد التواصل عنده وفاء وفاء العاشق فلذلك حصل تعارض بين ظاهر الشاعر وظاهر المحبوبة وتنافر وتعارض بين باطن الشاعر وباطن المحبوبة إذن هذا يؤدي إلى أي شيء يعتزم الشاعر ترك هذه المحبوبة التي تعارضه ظاهرا وباطنا ويقرر الانتقال إلى محبوب آخر لماذا؟ لعدم وجود التوافق والتلاؤم والتلاحم بينه وبين المحبوبة لذلك يقرر الارتباط بمحبوب آخر من نوع آخر نلمس هذا الشيء في بيتين يعني في بيت قال أرجو وأمل أن تدنوا مودتها وما إخالوا لدينا منك تنويل يعني كأنه وصل إلى اليأس الكامل من التواصل مع هذه المحبوبة أبعد من ذلك قال أمست سعاد بأرض لا يبلغها يعني أصبحت بعيدة بعيدة المنال لا يمكن التواصل معها بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل يعني الإبل الكرام النجيبة السريعة فهي بأرض بعيدة وعلى هذا الأساس هو قرر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى صح لو لا جيد نعم الآن ما نقلتون الآن القسم الثاني الامتلاء الوهمي اللي هو من البيت الخامس عشر إلى البيت الرابع والثلاثين هذا الامتلاء أصور لك الحالة أصور لك الفكرة أنه كيفه من خواء حقيقي إلى امتلاء وهمي ثم إلى امتلاء حقيقي يعني الآن أنا أريد أن أتقل من هذا المكان إلى هذا الباب هذه نقطة الافتداء هذا الهدف وما بينهما رحلة مسيرة الآن أنا مشغول في صراع نفسي الحياة الجاهلية قاعدة قلبها يميناً شمالاً ظاهراً باطناً هذا سمنا خواء حقيقي لأن الجاهلية تمثل الفراغ العاطفي والوجداني والفكري والعقلي والعلمي بكل أبعاده هذا خواء حقيقي الآن قررت في داخلي بعد ما ما متحرك بس قررت في داخلي أن أترك هذه الجاهلية وأنطلق إلى هدف آخر بمجرد هذا التوجه هذا التوجه هو إيجابي لأن توجه إلى أن أتبنى عقائد الإسلام وأعمل بضوابط الإسلام هذا التوجه بس بعد ما ساير هذا التوجه في حد ذاتي هو الامتلاء الوهمي حصل امتلاء بس امتلاء بعد شنو؟ مو حقيقي متى يكون حقيقياً؟ إذا جاهدت وكافحت وانتقلت بسير عملياً إلى أن وصلت إلى الهدف واندمجت مع جماعة المسلمين وأعمل بمبادئ الإسلام وضوابط الإسلام هناك يكون امتلاء حقيقي الشاعر يتكلم في القسم الثاني عن هذا الموضوع عن الامتلاء الوهمي الناقة لا تعبر عن الناقة الخارجية يعني هذه سفنة الصحراء التي يسمونها لا، وإنما عن حركة زمن زمن سابق إلى زمن لاحق فهذه الحركة هي المراد منها من وصفه للناقة أما الأوصاف التي يلبسها للناقة من القوة والسرعة والقدرة على التحمل والصبر هو في الحقيقة يشير إلى قوته وشجاعته في هذا التحول والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام تحرك الشاعر نحو التواصل لكن التواصل ليس باتجاه المحبوبة الجاهلية سعاد وإنما باتجاه المحبوب آخر وهو الإسلام أو حياة الإسلام بعد أن حصل اليأس الكامل من التواصل مع السعاد الجاهلية قلنا بعد اليأس الكامل من التواصل مع الزمن السابق يعني مع الجاهلية قرر الانتقال إلى زمن لاحق يحصل به التوافق التلاؤم التلاحم لمثل الإسلام وقلنا أن الشاعر في المقطع الأول كان خاض علما لإرادة محبوبة التي اسمها سعاد التي هي ترمز إلى الجاهلية لكن مع الرحلة من الذي يقود زمام الناقة؟ الشاعر الشاعر إذن تولدت عند الشاعر إرادة مستقلة اختفت إرادة الخضوع والذل للمحبوبة لسعاد للجاهلية وقرر بنفسه أن يقود هو هذه الناقة باتجاه محبوب آخر إذن الإرادة قوية أم ضعفت؟ قوية بعد أن كان خاضع لطرف أصبح هو المريدة وهي المختارة في الانتقال وفي التوجيه إذن هذه الرحلة تعني أن الشاعر قد انتصر أو تخلص من قيود المحبوبة من قيود سعاد من قيود الجاهلية وانتصر من خلال توجهه في التواصل مع الإسلام والاندماج مع المسلمين فالتواصل يمثله الإسلام والانفصام يمثله الجاهلية الحياة يمثله المحبوب الجديد الإسلام والموت يمثله الجاهلية الجاهلية الحركة تمثله الإسلام والجمود الجاهلية جيدة هذه الخصائص الناقة التي ذكرها من القوة والسرعة والقدرة على التحمل يعني الصبر بحيث جعل منها كائناً أسطورياً أسطورياً كيف جعل منها كائناً أسطورياً قال وصف الصحراء بأنها حارة يلهب سعيرها بعيد المكان الهدف بعيد المنال ومع ذلك الناقة كانت قوية وسريعة ولها قدر على التحمل تحمل العطش وعوائق الطبيعة في الصحراء ووصلت إلى الهدف المنشود هو في الحقيقة يشير إلى إرادته أن إرادته قوية قوية وله عزيمة وشجاعة جعلته أن يخترق هذه الصحراء وصولاً إلى الهدف وهو الإسلام من خلال استعراض سريع للمقطع الأول والثاني نجد أن الشكوى طاغية في هذين المقطعين في المقطع الأول كان يشكو من المحبوبة وفي المقطع الثاني كان يشكو من الجاهلية من الرحلة وقسوة الصحراء فالرجل الذي يعامل المرأة كملكة دليل على أنه تربى على يد ملكة ترى هذه إذا ترجع إلى أحاديث الإسلام ترى هذا مضمونة هذا مضمونة في بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن قوله تعالى وَضْرُبُوهُنْ يعني ضربوا النساء مو أكو مراتب في الهجر ووعظ وعظ وهجر وضرب تصور كان الضرب شنو الإمام الصادق عليه السلام قال تضربوا هون يعني بالسواك ما الأسنان تضربها بالسواك بتعبير حديثي عن فرشة ما الأسنان هي تموجات انتقامية مو حالة انتقامية المرأة الحرة المفروض بمراتب أقل هي شنو قد انتهت عن أخطائها مثلا أما تصل إلى مرحلة السواك والضرب بهذا المسواك لا تختلف مو هذا الضرب المتعارف الموجود الآن أين عند المسلمين أو غير المسلمين أيضا لكن كلامنا في المسلمين يعني المسلمين الآن مدمجين في النظرية الإسلامية الحقيقية أو لا هذا الضرب الموجود ليس هو الضرب المقصود في القرآن الضرب المقصود على وفق رواية أهل البيت عليه السلام بالسواك القسم الثالث يمثل الامتلاء الحقيقي معنى شنو معنى الشاعر أولا كان يعيش الخواء الحقيقي في عصر الجاهلية ثم انتقل من خلال توجهه وإرادته وامتطاء ناقته بالتوجه إلى الإسلام هذا التوجه عبرنا عنه الامتلاء الوهمي الآن هو وصل إلما إلى النبي صلى الله عليه وآله واعتذر منه ومدحه ومدح المهاجرين إذن هو اندمج مع المسلمين فحصل الامتلاء الحقيقي إذن هذا القسم هو تضمن اعتذار للرسول صلى الله عليه وآله وأيضا مدحه له صلى الله عليه وآله لكن عندما ترجع إلى الأبيات تجد أنه مدح النبي صلى الله عليه وآله بأربعة عشر بيتاً ومدح المهاجرين بسبعة أبيات لماذا؟ من يجيب؟ أنه مدحه لما مدح الشاعر النبي صلى الله عليه وآله بأربعة عشر بيتاً ومدح المهاجرين بسبعة أبيات إذا تلاحظت ترى الأربعة عشر ضعف السبعة هذه مقصودة أو لا؟ أكيد مقصودة نعم أحسنت لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الزعيم وهو القائد حتى لو كان كعب إلى الآن غير مقتنع أكون نسبة من الشيك مثلاً في رسالة النبي صلى الله عليه وآله أو في نبوته لكنه يراه أنه زعيم وقائد نعم هذه نجد في هذا القسم لغة الاعتذار والمديح لغة الاعتذار هي طلب للتواصل أنا من أجل أعتذر منك يعني أطلب أنه نبقى متواصلين وأن أمدحك هو تجسيد لهذا التواصل فلغة الاعتذار لغة طلب التواصل ومدح الطرف الآخر الذي اعتذرت منه هو بالحقيقة تجسيد لهذا التواصل نعم الآن بعد أن حصل اليأس عند الشاعر اليأس المطلق أنه لا ينجيه من الموت إلا الذي حكم عليه بالموت من الذي حكم على كعب بالموت؟ النبي صلى الله عليه وآله بمعنى وما ينطق عن الهوى بمعنى أن الذي حكم عليه هو الله سبحانه وتعالى يعني أمر إلهي فما كان هو كعب حس بذلك يعني شعر أن من كان سبباً في موته سيكون سبباً في حياته وبث الحياة فيه من جديد إذن إذا كان المصدر هو السبب في الموت يجب على الشاعر أن يلتج إلى نفس المصدر لوهب الحياة لذلك هو اتجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وأعلن اعتذاره وأعلن إسلامه وآمن برسالته إذن هذا القسم يمثل مرحلة الامتلاء الحقيقي والتواصل مع المسلمين ومدح المهاجرين ولم أذكر أو ولم يقل الشاعر في أبياته مدح للأنصار بالعكس هو غمز في الأنصار إذن هذه القصيدة في القسم الثالث فيه مدح للنبي صلى الله عليه وآله ومدح للمهاجرين في فتية من القريش لكن الأنصار غمز بهم ولم يمدحهم بعد ذلك بعد أن شكل الأنصار منه كتب فيهم قصيدة مدحهم فيها إذن بصورة إجمالية من خلال هذا التحليل الذي ذكرناه القصيدة هي عملية انتقال من كفر إلى إيمان الكفر المتمثل بالجاهلية والإيمان بالإسلام ومن الغدر إلى الوفاء يعني من الصفات السيئة للجاهلية إلى الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة ومن الموت لأن الجاهلية تمثل شنو؟ موت الإنسانية إلى الحياة من خلال مبادئ الإسلام هذه بعض المواعظ التي نستفيد منها يومية هذه الرصيفة على شارينا لا، الأرصفة، الأرصفة، أنا أريد أن أعرف فكرة الأرصفة ما لدينا هنا في العراق؟ لماذا كل المسؤول يأخذ الرصيف ويجعل الرصيف؟ عافية الرصيف، يومية أشاري وجايبي إن فالشينا، لا يأخذ الشيء، هنفل لشوجه وشنو؟ آه، يجوز هذا الشيء، لأن هذا فيه لا، لا، لا نعم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله سبحانه